رحم الله فضيلة الشيخ عبد الحميد عبد العزيز كشك خلينا مشاهدين الكرام نستمع إلى تعليق فضيلة الشيخ يصام بداية على مسيرة هذا الرجل أسد المنابر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام علينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فطبعا الشيخ كشك رحمه الله علامة بارزة وفارقة في تاريخ الخطابة في مصر والعالم العرب والإسلامي والرجل صار له مقلدون يعني ليس فقط من حاول أن يقلد طريقته ومن حاول أن يقلد طريقة الإفهات زي ما شفنا الشيخ واجد غنيم وهو المطلقة بتلعونه كشك الصغير يعني على سفي طريقة الفكاهة وربط الفكاهة بالدعوة يعني ورأينا كثر في كل مكان تجد من يحاكي أو يقلد الطريقة أو الصوت أو الأسلوب أو الكلام نفسه يتحفظ ويخطف فيه أماكن صحيح ولذلك انتشر هذا الانتشار السريع والكبير لإخلاص الرجل يعني رقم واحد دا يمكن الشيخ محمد حسان كان بقولها دايما في كل تسجيلاته زمان أول خطبة خطبها على المنبر حفظها من كتاب الخطب المنبرية للشيخ كشكتلها قالها بضبط زمحتك بتقول نعم فالشيخ كيشك الله رحمه يعني رزق يعني القبول من الله عز وجل بين الناس رزق إرادة صلبة نعم لأن الإنسان الذي يبتلى بفقد البصر لابد من إرادة ليستطيع أن يكمل في مسيرته في الحياة نعم كثير من الناس بيصاب بالعمى أو يصاب بعاهة فيقعب به أو تقعب به عاهته أو ابتلاؤه عن مسيرة الحياة وارض بالدوم منها القليل اللي يمشي يعني الحاجة المتعلقة بالذي زيه كما يتصور يعني لكن الحقيقة أن فقد البصر لم يمنع أناسا رأيناهم في حياتنا من أن يكونوا علامات فارقة يعني بالذات في العلم الشرعي والديني نعم أولهم بلا شك كان الشيخ عبد الحميق كشك الله رحمه محمد الله عليه طبعا في ناس تاني لو حتشافها في حياته الدكتور زاكي عثمان الله رحمه الشيخ زاكي رجب الدكتور زاكي رجب دلوقتي في لندن وكان قبل كده في الرحمن الرحيم في مصر في مصر الرحمن الرحيم لنا أزل صديقي يعني الشيخ هلال سعيد عدد لا أستطيع الحصر لكن اللي أنا بأصده أني فقد البصر أو حاسة من حواس الإنسان الرئيسية والمهمة لا تقع بالإنسان عن أداء وظائفه نعم كان من الأدباء من هو أصم كمصطفى صادق الرفعي أي لا يسمع مع ذلك عوض ذلك بالكتابة نعم شيخ كشك الله رحمه درس في الأزهر وكان من الأوائل والمتفوقين ثم في الخطابة حينما يرضى يخطب بين الناس حول المنبر إلى ساحة توعية بالشأن العام والقضايا الأمة وبالإسلام والرجل منذ طبعا تتفق أو تختلف في بعض الاجتهادات السياسية اللي كابسعب بيقول فيها موقف كموقفه من تأييد إيران على صدام حسين أو وقتها يعني الثورة الإيرانية على صدام حسين أو بعض المواقف السياسية لكن في النهاية اكتهاده يعني رأيه وقضي على حسب المعلومات المتاحة له اللي أنا أقصده يعني أصبص النداء حاجات على الهامش وده طبيعي أن العالم أو الدعية وإذا السياسي نفسه بتاع التحليل السياسي لما بيكلم في قضاء سعب بيخطب ومتخصصه فما بالكم السياسة عند العالم هو مش تخصص أصيله وتخصص فرعي نعم يعني هو في النهاية وسيلة بيخدم بها أو بتلتقي مع وسائله الأخرى الرئيسية اللي هي الدعوة إلى الله نعم كيش الله أرحمه حتى الجانب دواع عن الناس وعن الناس بغلاء الأسعار وعن الناس بالاغتصاد وعن الناس بالسياسة وعن الناس بالحقوق المسلم في الإسلام في الدولة وعن الناس باتفاقية كم بديفد وعن الناس بقضايا وتفاصيل كثيرة جدا لا شك الشيخ كيشك الله يرحمه كان نموذجا للعالم وقعل مسجد نور الحياة في عين الملاك قبلها فليس فقط للمصلين كان في ناس بيجيلوا من شتى بقاع الأرض أيوة الله وخطبة والدرس طبعا ويعني لا زلت أذكر أحد جيراني وناس بالناس براء الفلاح واحد معاه يعني في طايفة المعمار بقول بس من باب بساطة أيوة مع ذلك كان يقولي لي كنا بنروح للشيخ كيشك ويقول لي فيه مواحد فلاح الله يرحمه يعني يقول لي في يوم كان لي أخ عنده سؤال وقال لي تسأله للشيخ كيشك ولما وصلنا كان هو خلاص تعب وبتاع والناس بقول كفايا كده فقال لي اللي جنبه سيبهم دول جايين من بعيد يعني قال لي ما عش عارف عارف مين نحن جاين بن بعيد أيوة يعني وقال لي اللي جنبه كده بعد ما خلاص وحير قال له لا لا بقوله كفايا عشاء الشيخ كان ده بيقول له فيه سؤال وليا قال له لا سيبهم يا فلان دول جايين من بعيد مساء الله كلمة دي اللي جاري هذا الجاري الفلاح البسيط قال عندها رجل بتاع ربينا يعني أيوة فرقت معا جدا يعني شديته أورم أنه بيحبه في الدروس والدنيا لكن في هذا الموقف أيضا الشيخ كيشك من عوامل نجاحه الاعتزاز بالنفس العالم لما يعتز بنفسه طبعا النفس الاعتزاز برسالتك طبعا فلم نجد له موقفا أهان فيه عمامته ولا علمه ولا دينه بالعكس كان بيفتخر به جدا حتى في الأشياء المباحة الحلال بتاعته كان يرفضها رفض أن يسافر خارج مصر طبعا ده مسألة لا بدرش نقول اللي سافر بغلطان لا طبعا بس هم نتكلم عن موقف الرجل يعني هو أصر وعرض عليه وعرضه وأنا أذكر أيضا التقيب بأحد مسؤولي وزارات الأوقاف في دولة خليجية وقال أنا بنفسي ذهبت إليه مندوبا من دولتي بشنطة ملينا فلوس يعني يتمناها وزراء ورفض وجئت له بعرض أن يأتي إلى بلادنا ويأخذ بما شاء فرفض هو مرة حكب وزارة أوقاف في الكويت اللي حكاها يعني وقال جان يا رجالة وقال شكيش كان طريقته يباصط الناس وقال في عربية الواحد فيكو متمنى يطفرم تحت عجلها متمنى يركبها يعني يعني فالناس حتى كنت يحكي لك من باب يعني زي طرافة الشيخ وبيقول له ساعتها كان في جيبه يعني ما فيش قروش بس بيقول له يعني قروش بس عاملة وزن في جيبه يعني يقول له انت محتاج فلوس محتاج له بتعملش اخليله لإيه والله اقديك انا جيبي مليان خير يعني هو طبعا مليان يعني حاجات كلها فكة يعني لكن الشاهد اني لماذا لم يستطع أحد لا من السلطة ولا من خصوم يعني حتى الموقف اللي كان بيارده كان بيارده بجد وفي نفس وقت بطريقة طريفة لا انا باتكلم في نقطة كمان من الاعتزاز لذلك هذا الاعتزاز بالنفس لم يجرؤ أحد على ان يقول ان الشيخ كشك رجل سلطة أو رجل مال أو ربو المناصب عاش ومات امام خطيب مسجد عين الحياة دل الملك عين الحياة صحيح عين الحلوة الشاهد عاش ومات وهو في سنه اللي تلمزت تلمزته وقلق وزارة ومزارة مساجد وترققه لا وقال لك يقولون انا استقل وانا لن استقل شوف لهذه الدرجة وعادوا في بيته قبل ما يموت وحجروا عليه وقاعد في بيته اه اكثر الفترات اللي انتشرت فيها شرايته فترة منعه ايوه صحيح يعني فترة ازدهار شرايت الشيخ كشك بكثرة وبي يعني غزارة هي فترة منع الشيخ كشك من الارتقال انا بالمناسبة عايز اقولك انا كان والد الله يرحمه بيروح له البيت ويسجله شرايت يعني كان يسجله شرايت ويرقمها يرقم الشريط كده مثلا بعنوان الخطبة لانه كان ما شاء الله عليه في الخطبة هو الشيخ ما بينساش ايوه وصلنا الى حلقتنا في الشريط رقم كذا قلت الف مش عارف ايه ويرقم كذا وبي رقم نفسه وكانت كمية شرايت فعلا ومش بقى يعني اللي انا اتفاجئت بيه ان مش بس والدي لأ ده في ناس كتير بتروح وتقعد وتسجل وتنشر هذه الشرايت وما كانش فيه شركات بتنتجلي يعني 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 يحكي ليه احد الصحفي المهتمين بالاعلام الديني بيقول اني اللي انا خطبطه تخلصت تسجل اول طيارات طلع على الدول العربية كل طيارات عليها شريط مظبوط من حد مسافر عادي ياخدها وديها للدول دي وتتنسخ وت صح لزيك كتير من دولة سموه كشك اه ما تقولش كشك زي ما احنا ما معرفوش النطق ايه ايو ايو كشك وكشك ايو ايو يعني كشك دي النطق بتاعنا احنا يعني ايو صح ده لا وكت وفاق مرة بقول يعني استشهاد بحاجة ايو يعني فاع يعني اتعجبت ان يعني الناس لهذيك درجة لحدがED سوري ايو ايو فانشهاد ان الشيخ اللي ارحمه وطبعا لان هو جيله بواجه عام كانت القاهرة ومصر مملوءة بعدد من القامات من قوة مصر الناعمة صح هو جيه مبارك للأسف يعني قاعد يحصر في هذه القوة ثم ما بعده يعني الحكم العسكري بيقضوا على الباقية الباقية من قوة مصر النعيمة للأسف الناس لم تعود مصر بقوة النعيمة كما كانت من قبل دايما حضرتك لما بنيجي نتكلم مع حياتك تحديدا في جزئية مثلا ايه عالم ونجيب ذكرى او توفى فلاقي تاريخه كان طويل او بغض نظر على الشيخ كشك لانه دايما موجود وملء السماء والبصر لكن في الاخير بنسأل السؤال المهم اللي هو احنا هنشوف ده في مين بعد كده فين المؤسسية بقى في وجود عالم رباني يصدع بالحق لماذا لم نرى هذه النماذج الآن هل بسبب القبضة الامنية فقط ولا لعدم وجود طلبة علم يحملون هذه الرسالة لا هو طبعا المسألة متعلقة باني ليست لدينا مؤسسات بالاسف تعمل على قضية تكوين الرموز ايوه لاني القبضة الامنية الباطشة والاستبداد في الحق عشان تكاوم مؤسسات وعلماء لازم يكون في حرية طبعا حرية البحث العلمي ده رقم واحد بس الراجل ده ضرب نموذج شيخنا قالوا جد فعز ما كان بقفوله على باب الجامع وروحوله البيت وقول لك خبط الجمال عبد النصر دي خبط صودة اللي يعب للفجر دي ومع ذلك لم يتوقف فضل موجود نعم يعني هذا كلام طبعا أنا بقولني طبعا وانا رقم واحد الخير في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها أكيد ولن يخلو زمن من قائم بالحق نعم ثق في هذا تماما هي القصة من الذي شرفه الله بأن يكون هذا القائم بالحق نعم الناس ما احنا النهاردة السجون فيها علماء لا يحصى عددهم ولا يعدون طيب ولكن لما طلع ناس من مصر راحوا فين طلعنا أي ما كانش في وسائل نطلع بيها وجدت وسيلة زي بكملين ووسائل أخرى طلع فيها الناس الناس ما ماتش صوتها ما انتهاش نعم ما فيش هتلاقي على يوتيوب أي فلان علان سين صادعين موجود فهنا هي القصة اللي عايز يوصل الرسالة سيجتهد في توصيل الرسالة بكل وسيلة أتيحت له هو كان بيقول دايما في خطبته جملة شهيرة جدا كان يقول هنا مدرسة محمد نصلى الله عليه وسلم هنا مدرسة توحيد ليه بقى المدرسة دي ما تأسستش ليه المدرسة دي ما اكتملتش هنا غياب بقى المؤسسية وغياب المدرسة اللي هو كان رابل دا بينادي بيها أي عمل فردي بيظل محصور بالفرد مهما أوتي الفرد من بركة ظل البركة سنوات بعد منه أثره باقي لكن التوريث الدعوة والعلم ما بنى بالتوريث التوريث النحادي هو التوريث العلم بتراقل العلم انتقال الخبرات نعم وتوالي الأجيال ولكن شكش كان ليس له إلا المنبر والمنبر مساحة عامة المنبر يوم الجمعة ودروس المساء بدل مغرب اللي هاية جمهوره مش ناس منتظمة في حلقات وسلسلة علم من أول آخرها طبعا يعني مش مثلا هاخذ النهاردة هديكم الفقه الشفعي كتاب الإقناع في حلق الفضاء بي شدع أو كتاب في الاختيار كانت دروس دعوية يعني دروس دعوية وقامت بدورها ورسالتها الحمد لله الشاهد إني آه هتطلع مدارس تانية وناس تانية لكن مسألة إنه مدرسة وتطوارث ده بيحتاج لمنهج وخطة ومكان نعم تمويل تمويل مش معناه حتى لو مش ضخم على الأقل حق كي تستمر رعاية التطوارث كي بتظل الروح موجودة ما مات ابن تيمية وابن القيم وهناك من ورثوا علمهم من الكتب فسيظل هذا العلم يتوارث كابرا عن كابرا وقيلا عن قيل طيب اللي كل نتيجة مقدمات عايز أوصل بقى اليوم وفاة فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه هذا الرجل توفاه الله ساجدا بين يديه في يوم هو أفضل أيام الله عز وجل يوم الجمعة وهو كان يتمنى هذه الموتة في سبيل الله هل ترى شيخنا أن الله عز وجل قرم الشيخ بهذه الوفاة؟ لا شك أنه طبعا أن وفاة الإنسان صالح وفاته دلالة على حسن خاتمته من الأدلة على ذلك وإلا لابد طبعا أن العمل ما قبله ومتى نحكم بأن هذا الختام لإنسان حسن خاتمة حين ننظر إلى عمله سيرته نعم سيرته فمنطقي طبيعي واحد مجاهد طول عمره يموت شهيد واحد خير طول عمره فيموت وهو بيوزع صدقة أو يموت ويلاقي مثلا عدد المشيعين بالآلاف ليه ناس انتفعوا من خيره وده من علامة إيه؟ حسن العمل قبل حسن الخاتمة حسن الخاتمة تتويج لحسن العمل مضبوط فسبق كل ذلك حسن عمل وحسن عطاء وحسن فهم وحسن تبليغ وحسن ونية صادقة لله عز وجل كل هذا تقول في الشيخ كشك الله أرحمه وفي أمثال من العلماء يعني نعم كذاكم الله خيرا فضيلة الشيخ إذن مشاهدين الكرام تلك كانت سيرة هذا الرجل الرجل الذي صدع بالحق على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما كان يتكلم هنا مدرسة محمد صلوات ربي وسلامه عليه الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة إلى الحبيب محمد والكل يسمع تلك الكلمات ويصلي على حبيب القلوب محمد رحم الله أسد المنابر